بسم الله الرحمن الرحيم، هذه حلقة جديدة من سلسلة حل المشكلات الرياضية الجزء الخاص بالتكاملات أو الانتجرال سنحل نهارضها بإذن الله مسألة رقم خمسين في هذه السلسلة ويعني مسألة جميلة جداً وهي زي ما تشايف إكس في صين على واحد زي كوزين تربيع طبعاً لو حاولت تحلها يدوي كده بالطرق التقليدية هتتعب كثيراً ومش هتوصل للحل غالباً في الآخر فهي تكامل جايلك محدد من صفر الباي وهتحل بالكينج بروبرتي أو القاعدة الذهبية في حل التكاملات اللي احنا بقلنا عشرين مسألة تقريباً بنحل فيها فأتمنى تكون فهمتها كويس وتكون جاي من الفيديوهات اللي فاتت يالله على طول ننطلق في المسألة دي مسألة سهلة يعني لما تحلها بالكينج بروبرتي بنكوسين كده هنعمل ايه فيها؟ عندك الحدود من صفر الباي والدلة معقدة للغاية ولو حاولت تلعب فيها، اللي مخليها معقدة هو ده المعلم ده عارف ده لو مش موجود؟ كانت تبقى سهلة خالص ليه؟ حاجة تربيع تحت واحد زياد حاجة تربيع وفوق مشتقة الحاجة يبدأ تن انفرس لكن الاكس دي جات بهدلة الدنيا تقولي انا ممكن حلها بايبارس ممكن عيش بقى عايزة قابلك السنة الجاي هتنفع والله يا جماعة ممكن خد كله خده وعمله تكامل وخد الاكس اشتقها طب والله هتنفع يعني تصدق بس انت بقى المشكلة في ايه؟ هتيجي تعمل دي تفاوض وتطلع واحد وتعمل دي تكامل وتطلع تان انفرس جميل تان انفرس هتطلع تان انفرس ايه بقى معلم؟ الحاجة اللي هنا اللي هي كوزين عايزة بقى دقم ايه لدف ده استكامل دف ده اعمل لي تكامل لده وعايزة ايه؟ قابلك كمان ثلاث دقايق او حاجة يالله عايش بقى معلم المهم فحلها يبقى اسهل من كده خالص احنا هنقول ايه؟ هنقول بما ان فيها حدود فنقدر حلها بالكينج البرابيرتي لما تجيل من غير حدود هبقى قولك تحلها كماناليتيكا لانها انت كبتل فكرة حل كويسة بس مش وقتها طيب هنعمل ايه؟ هنقولك شريل ال اكس وحط مجموع الحدين ناقص فاريبه الاخر يبقى باي ناقص واي مثلا ديما بنستلهم اللي هنعمله في التعويض من الحدود مجموعهم ناقص واي او ناقص اي فاريبه الاخر وتقلب مسألة التعويض عادية خالص دي اكس ناقص دي واي طيب الحدود بتاعت الواي هتبقى لما ال اكس تقى بصفر الحدود بتاعت الواي هتبقى الحد بتاعت الواي الاسفل هيبقى باي لما ال اكس تبقى باي في الاعلى هتبقى الواي باي بصفر اعوض هنا واشوف طيب هل التعويض يغير قيمة التكامل؟ لا يبقى ده اي ويبقى اللي تحت هيطلع برده اسمه اي برده هيطلع كام بقى؟ الاي هتبقى تكامل من باي لزيرو فوق كان اول حاجة اكس هنشلها ونحط باي ناقص واي على بعضها كده موجود دهنبها ساين ساين اكس هتبقى ساين تسعين هتبقى ساين مئة وتمانين ناقص واي المئة وتمانين ناقص يعني الربع الايه؟ التاني وحنا قلنا اول ساين تان كوزين فهنا الساين مجابة هتبقى ساين في الربع اخر موجابة والمئة وتمانين ناقص واي سالب كوزين وي اسمه كله تحت التربية 나봐 سي prime ساين تربية وي عادية يبقى واحد زائد كوزين تربيع y عادية خالص. نضع dy بالسالب. هو الذي قالك. نضع dy بالسالب. نأخذ هذا السالب نقل بالحدود. نفس كل مسألة من المسائل اللي فاتت. عشان كي قلت لك اللي جاي من المسائل. وسمع فيديو الصرحة اللي في الوصف. هنا تلاقي الفكرة ظهرت على طول الشمس. ظهرت في وضح النهار كده. نقدر لإيه إننا البي نقص y دي أقدر أن نفصلها. البي هنا. لكني دربت الصين في القوس كله. يبقى باي في صين واي. ناقص y في صين واي. صح كده هو. ويبدأ أوزع التكامل ويفصلهم لتكاملين. ليه بقى؟ تعال أقول لك. لما تفصل ده التكاملين. هيبقى الأولان فيهم هكذا. اهو. dy ناقص تكامل. فوق هنا كان y. صين واي. على واحد زائد كوزين تربيع y. عملنا أي حاجة دلاتي ولا الهواء. فصلناهم لتكاملين. كان ده بمقمة واحد. والبسط كان ده. لو خدت الصين عمل مشترك هتفضلك باي ناقص y. اللي احنا أصلا عملنا في الصبستوتيوشن أو في التعويق. ايه اللي انا كسبتو بقى معلم. انا طبعا قلنا قاعدة قديمة قلناها مئة ألف مرة. لو غيرت اسم الفاريابول لا يحصلش أي حاجة. لكنك عملت الصبستوتيوشن. اكس بتسوي y مثلا. حلو؟ ده x هتسوي الدي y. والحدود هتطلع هي هي الحدود. ايه ده يعني يحصل أي تغير؟ اه بالظبط. ولا حد ايه يزعل مني. خالص. طيب. ده كله هو ايه أصلا. ده كله. لو هتنسى. جي الاي نفسها الأصلية. طيب. مين اللي علي مين خالص هذا؟ ده ده الاي برده. طلع تاني. التكامل نفسه طلع تاني في الحل. يبقى شيل ده كله. واكتبه في صورة اي. طيب ناقص اي هنا. ما تروح الناحة التانية بثنين اي. بس كده. يبقى ثنين من اللي انا عايزه. اتنين من التكامل ده انا عايزه بيساوي التكامل ده. هو انا كده استفدت ايه؟ سهلت التكامل. بدل الاكس اللي كانت هنا. بقى سابت. طلع السابت ده بره اصلا. خلاص. بقى التكامل سهل. اللي هو كنت بقولك من خمس ثواني. اه لو ما كانش الاكس موجودة اهيه شلته. اهو كينج بروبرتي مكنتني ان انا ابصت شكل الدلة. طيب ده اعمل فيه ايه بقى خلاص. اشتغل بقى. مش ده نتقام تعود ان يطلع هنا واحد او رقم. لا ممكن يطلع لك تكامل ابصد تقدر تحله. ده بقى عبارة عن ايه؟ تحت هنا ده كوزين اكس. الكل تربيع اهو. طيب واحد زائد حاجة تربيع. وفوق مشتقط الحاجة. كوزين ده مشتقطها سالب صين. ادي عمل سالب وسالب بره ما تستعالش. طيب لما يكون واحد زائد حاجة تربيع في المقام. مشتقط الحاجة يبقى الناتج tan inverse الحاجة ثاني. اذا قد قلتلك ده من تكامل واحد زائد حاجة تربية. والحاجة دي مشتقطهاا فوق. مشتقط الحاجة. الناتج tan inverse الحاجة هل انتاء مربعها تحت؟ فهناه ما تربع تحت هو كوزين. ومشتقطها موجودة فوق. يبقى الناتج tan inverse حاجة وسالب. والله معرفة الناتج. انا اخر مرح اللأ انا اصلا معاك. تن انفرس كوزين اكس لما نعود فيها من صفر الباي اديني في التعويض سلب باي بره ماليش اي علاقة بالحياة لما نعود بالفوق ناقص لما نعود بالتحدي لما تعود هنا بالفوق كوزين باي بكامل مش فاكر امسك الارسم كده كتعاملة كده عند الصفر بدينا واحد عند التسعين كابت ادينا صفر عند المية وتميني هتدينا اقصى قيمة في الاتجاه السلب يعني ادينا سلب واحد تن انفرس سلب واحد مش عالف بلد تن انفرس ده دل سلب واحده لمنها سلب واحد تن انفرس واحد ما هو الحاجه التي بتعديت بواحد باي على الاربعة يقول لرك تن خمسة واربعين بواحد سلب باي على الاربعة يب każdy بالفوق tinhaني سلب باي على الاربعة ناقص تعويب اللي تحت لما تضعه هنا هيبقى كوزين سفر بواحد تن انفرس والواحد باي على الاربعة بردو بركة اي جامع سلب بhaitين على الاربعة يعني سلب سالب بقي اتنين على 4 يعني سالب بي على الانتقى يذهب لسالب وهنا سالب بي على الانتقى سالب بقي على الانتقى ما plata وايلا جيد لديه فإن شاء الله صح وبهذا كله يساوي الانتقى مV اي نريدين بقي اي واحدة سالب يعني سالب باية على الانتقى سالب باي على الانتقى الانتقى على الانتقى انتقى نزا مع الانتقى بي على الانتقى هrei personality ه мама blue مجال ذلك خلصنا المسألة دي ماذا تخلصنا هذا؟ لو فرضنا أن النتك صح، أنا بقى لا أعرف أنه صح أو غلط، فهنمسك كده للآلة ونروح، هذه هي آخر مسألة كنا نحلها كما قلت لك، قاعد على الفجرة هنا، أصور كل المسألة الأولى وهنزل لك بالليل، هذه المسألة كانت ماذا؟ X في سين حسنا، يجعل لي كسر فوق X في سين X X في سين X على 1 زائد كوزين X كل تربيح الحدود من صفر البي فقط، أو أنا ناسي؟ حسنا، أتأكد من صفر البي، وطبعا دي X فوقت تطلع بي تربيح على الأربعة يا مساهل الحال يا رب يا سلام علي يا ابني، بقى تربيح على الأربعة واحد مش عارف، بقى يخاف من نفسه بس كده، خلصنا المسألة، تقابل الدرس الجاي، مع مسألة جيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته